طيب قبل ما ندخل كده في البداية عايز اقول لكم انه النهاردة بعد التمرين الاخير للاهلي قبل المباراة الختمية في الدورة بكرة ان شاء الله اربعة ونصف مع السيراميكا كيلوباترا في ختم الدورة الممتاز ريكاردو سوارش المدير الفني البرتغالي اختر قائمة الفريق اللي دخلت المعسكر الليلة استعدادا لهذه المباراة القائمة ضمت كل العناصر الشابة مصطفى شبير وحمزة علاء رمي ربيع ومحمد محمود ومحمد عبد منعم وكريم فؤاد ولويس ميكسوني وأحمد سيد غريب ورقفة خليل وأحمد عبدالقادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبدالنبي ومحمد فاخر ومحمد أشرف وزياد طاري ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمر المباراة يحكمها طاقم تحكيم مكون من أحمد جمال حكم ساحة وبيعاون رمضان هنداوي مساعد أول وتامر سمير مساعد تاني ومحمد العتباني حكم رابع وسيد شعبان حكم فيديو وعمر عبد أو عيد مساعد لحكم الفيديو ده طاقم التحكيم